بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص بقى يوم الاثنين بنتكلم فيه في الغالب عن ازاي نعيش حياتنا في المستقبل وازاي نبني حياتنا بشكل صحيح ومش هينفع ان احنا نبني حياتنا بشكل صحيح غير لما نفكر في أولادنا وازاي نبني الإنسان بناء الإنسان ده صناعة ثقيلة ولا يستهان بيها وعشان كده احنا بنتكلم وعنفضل نتكلم عنها لأنها في الحقيقة هو دوت الاحتياطي الحقيقي لينا الاحتياطي الحقيقي هو الإنسان الاحتياطي الحقيقي هو اللي بنعيش به في مستقبلنا لما بتتكون فينا الأخلاق والقيم بشكل صحيح فيكتمل بناء اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليه ولذلك احنا لازم نعيش بده ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بوعثت لأتم مكارم الأخلاق ليه عشان تتم الحياة في شكلها الصحيح احنا نتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا فترة المراهقة دي فترة عندنا وصمة كبيرة أوي جدا جدا نحن لازم نتخلص منها والتعامل مع فطرة المراهقة لأنها فترة موصومة بيخلينا نتلغبت أوي في التعامل مع فطرة من أهم الفترات الانتقالية ما بين إنسان بيحاول يكون إنسان اعتمادي إلى إنسان بيحاول يعتمد على نفسه عشان يتكون كإنسان مستقل بعد كده في مرحلة الشباب فاحنا عندنا المرحلة دي شوية بيزور لها إلى أباء بشكل كبير من التوجس وعشان كده احنا نتكلم النهاردة بشكل مهم جدا جدا عن حاجة هنعمل إيه لو ابننا المراهق أدمن زنب يعني فيه عنده زنب وبيعمله على طول بيسيب صلاته بيجدب بيشاهد حاجات مش مناسبة هنعمل إيه لو ابننا ابتدى يضمن هذا الزنب أنا دايما لازم أقول حاجة مهمة جدا احنا عندنا شوية أصول لازم نتباع عشان نقدر نتعامل مع ده لأن المسألة دي مخيفة وانا نسيت أقول لكم أن من أهم الحاجات اللي بتخاف منها الأمهات أن تاخد لقب أن هي فشلت في تربيتكم فهي لما تحس أن هي فشلت في تربيتكم خلاص أو يحس لاب أن هو خلاص ما قامش بدوره مع أولاده في الفترة دي بتبقى فترة دي صعبة جدا جدا لأن بيحصل فيها تغيرات فممكن يحصل أن احنا نكتشف أن حد من أولادنا عمل حاجة مش مناسبة بخاف كتير من الأمهات أن هم يعلموا أولادهم مفهوم الاستبياع يعني إيه مفهوم الاستبياع أن أم خلاص آه إحنا عملنا الزنب وما خلاص وما حدش بقى يكلمنا وانتهد وده بيحصل كتير تيجي الأمهات تكلم الأولاد وخاصة أن الصدام بيبقى منين في الغالب في المراهقة بيبقى الصدام بين الأمهات اللي هي مستمرة ماشى مستصحبة أن هي الأم اللي بتربي في الطفولة فمستصحبة فبيبقى المواجهة دايما ما بين مين ما بين الأمهات والمراهقة فدايما بيقول المربين وخاصة الأمات وإحنا بنقول لهم بنقول لأي حد بيربي بنقول لهم إيه ما تخلوه الصدقهم في كل الأحداث هو على تون واحد بس زعيق 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 ورفض رفض رفض فالأولاد ما يقدرواش يفرقوا ما بين الصغار والكبائر ودي أول قاعدة لازم تتعاملوا مع كل خطأ بمقداره ليه طيب؟ لأنك إنت لو تعملت مع الأخطاء كلها بنفس الدرجة مش هيبقى فيه تمييز عند الشخص دات ما بين الأخطاء اللي هي خطوط حمرة والأخطاء اللي ممكن نعدلها من غير ما نقف عندها لكن نصلاحها على طول على فكرة أول قاعدة لازم نقولها هنا في التعامل مع الحالة اللي احنا فيها دي لا للمبالغة يعني إيه لا للمبالغة؟ في كتير من الأباء والأمهات بيتصوروا إن هم عشان يخرجوا أولادهم من إدمان الزنب ده أو إدمان الخطأ لازم نبالغ لازم نقول كلام كبير أنت كده خلاص أنت كده ما بتحبش ربنا أنت كده ما تعرفش ربنا أنت كده إنسان مش محترم بالمناسبة المبالغة ما بتخليش شخص يمتنع عن الخطأ أنك تقوله أنت إزاي عملت ده أنت كده ما بقيتش إنسان إحنا كده أنت ما بقيتش ابننا في بعض الأحيان بنقوله لو أنت أذنبت الزنب ده أنت ما بقيتش إنسان كويس وأنت ما بقيتش ابننا خلاص أنت خرجت من طوعنا فخليت الإنسان ده خلاص خد الوصمة دي فأنا أفقدتو الثقة بنفسه وأفقدتو مش بس أفقدتو الثقة بنفسه عملت حاجز بينه وبين ربنا إزاي هو هيروح يستعين بربنا وهو إنسان وحش وإنسان مش كويس وإنسان ما عندوش انتماء لأهله لأنه خلاص ما بقاش ابننا مع أن الأساس اللي عندنا اللي احنا متعلمينه أن الله سبحانه وتعالى ينادي على العباد قل يا عبادي يالذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله يبقى إيه اللي وصلنا لده وصلنا لده خفنا على أنفسنا مش خفنا على أولادنا إن احنا خايفين إن احنا نفشل مش إن احنا بنساعد أولادنا على إنهم يخرجوا من اللي احنا فيه يبقى أول حاجة بلاش مبالغة بلاش حكاية أنت إنسان مش كويس هو فعل فعل مش كويس فيبقى القاعدة التانية اللي احنا نريد من استخدامها وإن نعلمها له إيه القاعدة التفريقة ما بين الإنسان وما بين المعصية أنت اللي أنت عملته ده مش أنت اللي أنت عملته ده خطأ فيبقى القاعدة التانية لا المبالغة القاعدة التانية لابد أن نفرق ما بين المعصية والعاصي ترجمة نانسي قنقر